اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر لو انت دكتور وجالك العيادة مريض وهو مش مريض ضغط في الاساس فجيت تقس له الضغط لقيت ضغطه مثلا 160 على 95 وانت طبعا عارف ان احنا مش بنشخص الضغط من اول إيس فبتقول له مثلا انت عالة بعد يومين فجالك بعد يومين تقس له الضغط لقيته برضو 160 على 100 مثلا فكده تقول ان الشخص ده اصبح مريض ضغط ونكتب له علاج فانا عايز نبيهك لحاجة مهمة جدا اسمها white code hypertension او متلازمة البلط الابيض او المعطف الابيض ودي مجموعة من الناس كده لما بتدخل العيادة ضغطها بيعلى بسبب ان الجهاز العصب السنبساوي عندهم بيشتغل زيادة شوية ضربات القلب بتزيد شوية وعشان كده الناس دي لازم نقول لها تقيس الضغط في البيت نعلمه يقيس الضغط ازاي او حتى نستخدم الاجهزة الديجيتال بس طبعا يجون جهاز معتمد جهاز كويس ويقيس ضغطه في البيت فلو لقيت اياساته كلها في البيت طبيعية وضغطه مش بيعلى شوية دول غير عندك في العيادة فالظاهرة دي بنقول عليها white code hypertension والمرضى دول مش بيحتاجوا علاج لكن بيحتاجوا ان احنا نتابعهم فقط كل فترة كده نقس لهم الضغط مرة تانية كمان في طريقة تانية ان في جهاز ضغط ممكن يقيس الضغط للمريض ده على مدار 24 ساعة بنركب الكفه بنعلق له الشنطة بتاعته وبيفضل معاه طول اليوم يقيس الضغط بتاع هذا المريض كل نص ساعة او كل ساعة سواء نايم او في الشغل او في اي مكان بيقيس الضغط ونشوف احنا القياس الضغط على مدار 24 ساعة كان عالي ولا لا لكن ده مش متوفر كتير فالمتوفر ان المريض يقيس الضغط بتاعه في البيت ودلوقتي فيه نقطة مهمة كده في الموضوع ده اول نقطة ان المرضى دول صحيح مش بيديهم علاج لكن بنتابعهم لان المرضى دول يعتبروا مرحلة وسط بين الناس الطبيعيين وبين مرضى ارتفاع الضغط يعني متوقع ان ممكن في المستقبل الناس دي ضغطها يرتفع وعشان كده نتابعهم النقطة التانية لو مريض جالك العيادة ولقيت ضغطه 200 على 120 غالبا ده مش الويد كوت هايبرتنشن ارتفاع الضغط بسبب التوتر او بسبب وجوده في منشأة طبية غالبا بيرتفع عن ضغطه الطبيعي حوالي 20 على 10 او حوالي 30 على 10 مش اكتر من كده فما يجيش الشخص مثلا استله الضغط مرة واثنين في العيادة 200 على 120 وتقول اصل ده هيبقى ويد كوت هايبرتنشن لا غالبا اخرنا 160 على 100 مثلا وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لها ده اطلاق